طيب الهالات السودة طبعا من الحاجات المهمة جدا اللي موجودة في الواجه واحنا قلنا ان الهالات السودة من وسائل علاجها المهمة جدا اولا لازم نبعد عن الصهر نبعد عن التدخين نعالج ازا كان عندنا انيميا نشوف المسببات اللي بتاع الا ازا كانت اسبابه راسية وهنا هخش دور الميزوسيرابي والميزوسيرابي من الحاجات المهمة جدا 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 في الهالات السودة وبتجيب نتائج مبهرة نتائج رائعة بنوصل تقريبا لاختفاء الهالات السوداء لكن عشان نحافظ على الهالات السوداء مختفية دايما لازم نغير اسلوب حياتنا كنا بنسهر كتير نقلل سهرنا شوية نقللل تعبنا شوية ارحقنا شوية كل الاسباب لازم تكون مزالة لكن لو ما فيش اسباب او الاسباب دي قضينا عليها نقدر نعمل ميزو سيرابي ننهيه تمام كمان في علاج الهالات السوداء في حاجات بسيطة ساعات بتبقى سبب الهالات السوداء هو الهزيل او الانين دخل الجوة شوية ودي محتاجة فيلنج محتاجة نحط فيها مواد مالئة عشان نطلع او نعمل كده حاجز ما بين الاوعية الدموية اللي بتسبب الهالات السوداء والجلد نحط بينهم فاصل الفاصل ده ممكن يكون دهون ممكن يكون مواد مالئة لكن ده وسيلة من الوسائل المساعدة اللي بتخلي شكل العين اجمل بكتير وتبقاش العين شكلها دخلها الجوة وسبب الهالات السوداء ناخد ام احمد يا ام احمد فقدنا الاتصال بام احمد خلاص نحاقه للتصل بنا تاني يا ام احمد يبقى كتر خيرك hir اشتركوا في القناة